الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد نرحب بكم في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنتحدث سويا في قسم القرآن الكريم تلاوة سورة الروم من الآية الواحدة والثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين في هذا الدرس بإذن الله أولا سنبين ونوضح ونقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة خالية من الأخطاء من الآية الواحدة والثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين كذلك سنطبق بعض الأحكام التجويدية التي درسناها سابقا والتي ستمر بنا بإذن الله في هذه الآيات كذلك سنفرق بين الرسم العثماني والإملائي بضرب بعض الأمثلة التي بإذن الله يساعدنا ذلك على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة نبدأ أولا بهذه الآيات كما جرت العادة سنضرب مثالا على كلمة يكثر فيها الخطأ حينما تقرأ من هذه الآيات ما السبب حتى نحذر من أن نقع في هذا الخطأ فتكون هذه القراءة قراءة صحيحة لدينا هنا من الأمثلة على كلمات يكثر فيها الخطأ حينما تقرأ هذه الآية ليكفروا بما آتيناهم ما هو الخطأ الذي يقع من البعض حينما يقرأ هذه الكلمة في هذه الكلمة هذه الحمزة المفتوحة والتي جاء بعدها الألف من كان عالما عارفا بالفرق بين الرسم العثماني والإملائي لا يقع في هذا الخطأ لهذا من المهمة التعرف على الفرق بين الرسم العثماني والإملائي هذه الهمزة المفتوحة إذا كان بعدها ألف تقرأ كالألف الممدودة فلهذا كيف تقرأ هذه الكلمة نقول ليكفروا بما آتيناهم فلو نلحظ أن هذه الهمزة هي حرف مد ألف مد كيف تقرأ هذه الكلمة وكيف تقرأ هذه الآيات أدعوكم لأن تنصتوا إلى الاستماع إلى هذه الآيات حتى بعد ذلك نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطنطون أيضا مما يساعدنا على التعرف وعلى قراءة هذه الآيات قراءة صحيحة أن نتذكر ما درسنا سابقا حول هذه الأحكام التجويدية فالآن سيظهر أمامكم حكم تجويدي أريد منكم الإجابة على ذكر مثال على هذا الحكم من خلال هذه الآيات الحكم لدينا نريد أن نستخرج المد المنفصل ذكرنا من أنواع المدود المد المنفصل فمن يستطيع أن يبين مثال هذا المد من خلال هذه الآيات انظروا إلى الآيات اقرأوه هذه الآيات حاولوا أن تجدوا مثال هذه الكلمة أو مثال هذا الحكم نريد مثالا على المد المنفصل تذكروا ما هو المد المنفصل ما جاء حرف المد وجاء بعده الهمزة وتكون هذه الهمزة في كلمة أخرى فانفصلت هذه الهمزة عن حرف المد فنبحث عن حرف مد جاء بعده الهمزة وكانت الهمزة في كلمة أخرى كلمة ثانية أحسنتم نجد ذلك في هذه الآية ثم إذا أذاقهم إذا أذاقهم ماذا تلحظون؟ أحسنتم نلحظ هذه نلحظ حرف المد جاء بعد حرف المد الهمزة لكن هذه الهمزة كانت في كلمة أخرى ليست في نفس كلمة حرف المد لهذا نقول انفصلت هذه الهمزة في المد هنا نقول هنا مثال على الهمزة التي انفصلت عن حرف المد لهذا نقول هذا مثال على المد المنفصل أيضا مما يساعدنا في هذه الآيات أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة التعرف على الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي لدينا هنا أكثر من مثال يبين الفرق بين الرسم العثماني والإملائي لكن سنضرب مثالا واحدا في هذه الآية وأقيم الصلاة هنا فرق مهم أن نتعرف عليه وقد مر بنا سابقا في أكثر من موضع من يستطيع أن يقول لي ما هي القاعدة ما هي القاعدة في هذه الألف الصغيرة إذا جاءت مع الواو هذه الألف الصغيرة أحسنتم هذه الألف الصغيرة ننظر هل هذه الألف هي فوق الواو أم أنها بجانب الواو إذا كانت بجانب الواو فإننا نقرأ بالواو والألف معا سويا أما إذا كانت هذه الألف فوق الواو فإننا نستبدل هذه الواو بالألف انظروا إلى هذه الآية هل هذه الألف فوق الواو أم أنها بجانبه انظروا أحسنتم نجد أن هذه الألف فوق الواو لهذا لا نأتي ولا ننطق هذه الواو فكيف تقرأ هذه الكلمة وأقيم الصلاة فلا مكان للواو هنا لماذا لأن هذه الألف نقول هذه الألف تكتب بهذه الصورة في الرسم الإملاعي الصلاة فلا فرق بين الرسم الإملاعي والرسم العثماني في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة لهذا من المهم على من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة أن يتعرف على الفروق بين الرسم العثماني والإملاعي فيما يتعلق بكتابة هذه الكلمة لأنه لا فرق بينهما في النطق حتى يقرأ بعد ذلك هذه الآيات قراءة صحيحة بعد ذلك نأتي إلى الجزء الآخر الجزء الثاني من هذه الآيات كما جرت العادة نريد أن نضرب مثالا على كلمة يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات حتى نحذر من هذا الخطأ فلا نقع في نفس هذا الخطأ معنا هنا في هذه الآية وَمَا أَاتَيْتُمْ مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوَى ما الخطأ الذي يقع من البعض حينما يقرأ هذه الكلمة نجد أنه لا يأتي بحركة الواو ليربوه البعض قد يسكن هذه الواو فنقول انتبه هذه الواو مفتوحة كيف تقرأ هذه الكلمة كيف تقرأ هذه الآيات الآن أدعوكم للإستماع والإنصات للقارع حتى بعد ذلك نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيضا مما يساعدنا على أن نقرأ هذه الآية قراءة صحيحة أن نتذكر الأحكام التجودية التي درسناها سابقا ومرت بنا في هذه الآية من أمثلة ذلك نريد أن نستخرج مثالا على المد المتصل قبل قليل ذكرنا مثال المد المنفصل الآن نريد مثالا على المد المتصل فنبحث عن حرف مد جاء بعده الهمزة وكانت الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة فنبحث عن هذا الحكم أو هذا النوع من أنواع المدود اقرأوا الآيات انظروا إليها حاولوا أن تجدوا مثال ذلك يوجد أكثر من مثال نريد مثالا واحدا على المد المتصل نريد مثال على المد المتصل أحسنتم نجد ذلك في قوله جل وعلا فأولئك ماذا نلحظ؟ نلحظ أن هناك حرف المد أيضا جاء بعده الهمزة وكانت الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة لهذا نقول هذا هذا النوع من أنواع المدود هو المد المتصل هو المد المتصل لأن الهمزة اتصلت بحرف المد في كلمة واحدة أيضا في هذه الآيات مما يساعدنا على أن نقرأ هذه الآية قراءة صحيحة أن نتعرف على الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي يوجد في هذه الآيات أكثر من مثال على كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة لدينا هنا المثال على الرسم العثماني في آخر آية هنا سبحانه سبحانه من يستطيع أن يقول لي ما الفرق بين الرسم العثماني والإملائي في الكتابة في هذه الكلمة؟ أحسنتم في هذه الألف الصغيرة الآن أريد منكم كتابة هذه الكلمة بالرسم الإملائي حاولوا أن تكتبوا هذه الكلمة بالرسم الإملائي كيف تكتب؟ سبحانه كيف تكتب بالرسم الإملائي؟ حاولوا حاولوا أن تكتبوا هذه الكلمة سبحانه أحسنتم تكتب بهذه الصورة سبحانه فلهذا لا فرق بين الرسم العثماني والإملائي في النطق لكن الفرق يكون في شكل الكلمة انظر إلى الجدول الأول في العمود الأول الرسم العثماني نجد أن الكلمة مختلفة في الكتابة عن الكلمة التي بجانبها سبحانه فلهذا الفرق بينهما في الشكل لكنها في النطق لا تختلف عن الرسم الإملائي لهذا نقول في الرسم العثماني سبحانه بالرسم الإملائي سبحانه فلا فرق بين الرسم العثماني والإملائي في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة بعد ذلك نأتي إلى الجزء الأخير معنا في هذه الآيات كما جرت العادة نضرب لكلمة يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات حتى نحذر من هذا الخطأ معنا هنا في قوله عز وجل ليجزي ما الخطأ الذي يقع من البعض حينما يقرأ هذه الكلمة أحسنتم في هذه الحركة فحينما يقرأ هذه الكلمة قد لا يأتي بهذه الحركة حركة الفتح فقد يسكن فنقول ننتبه كيف تقرأ هذه الكلمة كيف تقرأ هذه الآيات الآن ننصت ونستمع إلى هذا القارئ حتى نقرأ بعد ذلك هذه الآيات قراءة صحيحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين بعد أن استمعنا للآيات وتعرفنا على كيف تقرأ هذه الكلمة و كيف تقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أيضا مما يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أن نتعرف على الأحكام التجويدية التي مرت بنا و درسناها سابقا و جاءت معنا في هذه الآيات لدينا من أحكام التجويد هنا المد الطبيعي من أنواع المدود المد الطبيعي فمن يستطيع أن يستخرج مثالا على المد الطبيعي أنظروا إلى الآيات تقرؤوها يوجد الكثير من أمثلة هذا من أنواع المدود تذكروا ما هي أحرف المد الطبيعي هي ثلاثة أحرف الألف والواو واليا فالآن نبحث لنجد مثالا على مد طبيعي مثال كلمة فيها المد الطبيعي حاولوا أن تجدوا هذا المثال أحسنتم نجد ذلك في قوله عز وجل عاقبة عاقبة ماذا نلحظ؟ نلحظ هذه الألف الصغيرة هذه الألف الصغيرة هي مثال على النوع من أنواع المد الطبيعي وهو مد الألف هنا نقول هنا النوع من أنواع المدود المد الطبيعي أيضا مما يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات وتكون هذه الآيات قراءتنا لها قراءة صحيحة أن نفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي الآن أريدكم أن تجدوا مثالا على كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة فمن يستطيع أن يجد مثالا على كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة يوجد أكثر من مثال أريد مثال واحد كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة أحسنتم في هذه الكلمة ومن عمل صالحا من كفر فعلي كفره ومن عمل صالحا ماذا نلحظ في هذه الكلمة؟ نلحظ أن هناك هذه الألف الصغيرة هذه الألف الصغيرة هي ألف حقيقية إذا أردنا أن نقرأ هذه الكلمة وأن نأتي بهذه الكلمة لا أبد أن نأتي بهذا الحرف هذه الألف الصغيرة فالآن كيف تكتب بالرسم الإملائي؟ صالحا كيف تكتب بالرسم الإملائي؟ أحسنتم تكتب بهذا الشكل فنقول لا فرق بين الرسم العثماني والإملائي في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة فالرسم العثماني صالحا الرسم الإملائي صالحا أيضا لا فرق بين الرسم العثماني في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة بهذا نقول الحمد في نهاية هذا الدرس أولا قرأنا سورة الروم قراءة صحيحة من الآية الواحدة والثلاثين إلى الآية الخامسة والأربعين كذلك طبقنا بعض الأحكام التجويدية التي جاءت ومرت بنا في هذه الآيات وبإذن الله تعرف عليه يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة لهذا جاء من أمثلة المد الطبيعي كذلك جاء مثال آخر في المد المتصل أيضا جاء مثال آخر في المد المنفصل أيضا فرقنا بين الرسم الإملائي والرسم العثماني و قلنا لا فرق بينهما في شكل الكلمة فحينما ترى هذه الكلمة قد يشكل عليك قراءة هذه الكلمة فنقول لا فرق بينهما في النطق إذا رأيت الشكل مختلف فعلا الرسم العثماني يختلف عن الرسم الإملائي في الكتابة لكن لا فرق بينهما في النطق لا فرق بينهما في النطق بهذا نقول الله الحمد انتهينا أشكر لكم حرصكم تفاعلكم تعاونكم وألتقيكم بإذن الله في درس قادم إن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد